وعلنا بأن أقول الحق كل الحق ولا شيء غير الحق ولا شيء غير الحق مساء الخير أهل للسانيور أحلوف أهل جالفرج وفي يومه الأول أمام المحكمة الدولية ضربت شهادة الرئيس فؤاد السانيورة رقما قياسيا في عدم مواءمة الحقيقة إذا تجنبنا استعمال عبارة الكذب لأنها قد تحمل جنحة القطح والزم جلس رئيس كتلة المستقبل على أكوام ماض لا نعرفه وقرأ في سيرة شهيد أكد أنه كان على علاقة تواصل وتنسيق مع الرئيس حافظ الأسد وإذ بهذه العلاقة تتهدم تحت الشهادة عينها عندما أقر السانيورة بأن اللواء غازي كنعان فرض عليه لائحة وزرية وأن الحريري سعى لتبديلها لدى الأسد الذي رفض التغيير وأعاد تكليف كنعان ووكيله رستم غزالي تحديد أسماء الوزراء فأي تواصل وتنسيق هذا؟ ولماذا لم يتمرد الحريري ويستعمل التواصل والتنسيق ليرفض ما فرض عليه؟ أقسم السانيورة أن يقول الحق ولا شيء غير الحق لكنه وقع تحت الحنث باليمين ولم يقل شيئا من الحق بل قدم رواية يظهر فيها رفيق الحريري في موقع يكيد فيه المكائد لرئيس البلاد إميل حود آنذاك ويتفق مع الأسد على رئيسه من القرارات العليا بلوغا حتى منعه من السباحة وبشهادة الصديق الأقرب فؤاد السانيورة فإن رفيق الحريري ارتكب الخيانة العظمى ونسق مع بلد آخر ضد رئيس جمهوريته وساعد السورية في السيطرة على القرار اللبناني ولم يتوانى عن الوشاية برئيس البلاد إلى ضابط سوري صغير يدعى رستم غزال قائلا له ما هكذا كان الاتفاق؟ أهكذا وعدتمون؟ فتبرع رستم بمعالجة الأمر في دولة كمصر اتهم الرئيس محمد مرسي بمخابرة حماس فحوكم ولا يزال حبيس استخباراته لكن في لبنان تكشف شهادات المحكمة الدولية عن رئيس كان ضالعا في حياكة الدسائس لرئيسه عند الكتبة السوريين فيصبح المتهم مجنيا عليه وأقسم السانيورة أنه سيقول الحق ولا شيء غير الحق وتحت القسم تحولت القريعة إلى سيليكون فالي بقدرة يمين مليون متر مربع في أقليم الخروب ضج فيها مجلس الوزراء عام خمسة وتسعين الذي كان قائما على استملاك الحرير هذه الأرض بهدف إقامة تجمعات سكنية ينتقل إليها الفلسطينيون وبدأ الفرز والتخطيط والاستملاك وارتفعت أسهم التوطين لكن هذه الحقيقة التي ما تزال واضحة لليوم أصبحت بعد شهادة السانيورة مشروعا لما يسمى اقتصاد المعرفة والجديد بمواكبته من تحقيقات في تلك المرحلة تقسم بأن أحدا من ذاك الزمان ليكون لديه معرفة باقتصاد المعرفة أو أن يكون قد طرح مشروع التوطين تحت هذا المسمى القريعة استملاك أراض اشتراها الحريري ووافق عليها وليد جملاط بعد تطيب خواطره المالية في حساب الدفتر الثاني ولأن السانيورة أقسم على قول الحق فإن الحريري أعاد إعمار لبنان من جيب اللبنانيين ووحد بيروت لكنه اقتطع منها قلبها بشركة سوليدار وهجر 140 ألف عائلة ودرج السورية على آفة التمديد مذ أصر على منح الرئيس الياس الهراوي ثلاث سنوات بدلا من ضائع وأصدق ما شهد به السانيورة هو السياسة العصى والجزرى أعطيتكم التمديد للحود فاعطوني بقية الحساب السياسي وعليه تصبح العلاقة بالسوري مجرد تجارة سياسية وليست عداء وغدا يوم آخر من اليمين المكسور